ما تفاصيل الأجواء التي وضع بها الحريري الجانب المصري وماذا عن الرد من كل من الرئيس السيسي ومن وزير الخارجية ماذا عن الرد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي التقى الرئيس الحكومة المكلفة اللبناني سعد الحريري قبل قليل منه الآن وأن أكد في لقائه معه على دعم مصر الكامل للمصار الذي يقوم به سعد الحريري كان من المفترض وبحسب المصادر المعلنة أن يقوم سعد الحريري بلقاء يوم أمس مع الرئيس اللبناني وكانت هناك أنباء عن اعتداره بتشكيل الحكومة أو إعلان الحكومة بشكل رسمي ولكن جاءت هذه الزيارة المفاجئة إلى مصر والتقى فيها الرئيس المصري وربما تكون زيارته إلى مصر هي لإطلاع مصر على مدار خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت مصر لديها رؤية في هذا الأمر مصر تريد أن يستكمل سعد الحريري مصاره من أجل إكمال هذه الحكومة وأن تكون حكومة معلنة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا ما يقوم به الرئيس المصري من محاولة لإقناع الحريري بالاستمرار في تشكيل هذه الحكومة بالإضافة أيضا إلى الدعم المصري للبنان على الجانب الاقتصادي والسياسي هذا كان الملف الأبرز في هذه المباحثات التي جرت خلال الدقائق الماضية بالإضافة أيضا إلى لقاء مع وزير الخارجية المصري وهذا اللقاء جاء في أعقاب اللقاء مع الرئيس المصري وكانت المباحثات تتعلق بالجوانب السياسية بين البلدين خلال الأشهر الماضية بالإضافة أيضا إلى كيف يمكن أن يكون هناك دعم سياسي من قبل الحكومة المصرية لحكومة لبنان خلال الفترة المقبلة هذه ليست الزيارة الأولى لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في فبراير الماضي وصل إلى القاهرة وأيضا التقى بالرئيس المصري وكانت الزيارة تتباحث في العديد من الملفات وربما كان الملف الأبرز في ذلك الوقت هو أيضا ملف تشكيل الحكومة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر